ان شاء الله في الحلقة دي هنتكلم عن دوء مشهور جدا اسم اللوسترال اللوسترال ليه في الفترة الاخيرة بدأت ناس تستخدمه لاغراض تانية معينة جدا وبدأت يظهر اثار جانبية حاطرة جدا بسبب الاستخدام المفرط للدوء ده والناس بتستخدمه مايش عارفة بتستخدمه ليه تعالى بقى في الحلقة دي هنوضح المفاهيم الخطأ عن المادة دي هنقول ازاي بتشتغل داخل الجسم ايه لو صارت جانبية اللي ممكن تحصل احنا ليه المفروض نستخدمه وليه المفروض مايش نستخدمه هنقول من الناس اللي هنفعل يستخدموا المادة دي ومن الناس مين يستخدمواها وإيه الجرعة المعتادة لعلاج السلام عليكم من الأقبار ياربكوا دايما بخير وبسحة وسعادة ان شاء الله في الحلقة دي هنتكلم عن دوء مشهور جدا اسمه إلسطرال إلسطرال دي بيبقى موجود في مادة معينة جدا اسمها سلطرالين السلترالين تبقى موجودة في اللوسترال وعندي السيرباس وعندي أشهر برند فيهم اللي هو المودابيكس بعد اللوسترال طبعاً اللوسترال دي يعتبر من أشهر الوديوية اللي مشهورة اليومين دول يليهم المودابيكس يليهم السيرباس زي بيشتغل داخل الجسم هو شغال عن طريقها يسمى Selective Straturnary Optical Hyper يعني بيزود من معادلات السعادة اللي تبقى موجودة في الجسم مين الناس اللي ينفع يستخدموا مادة اللوسترال طبعاً هناك الدرجة الممكن يستخدموا من الاسترال العدد بالدر BECキرات مشكل وفيه الناس ممنوع إستخدموا مادة الاصرال يا謝謝 طيب صحاً إحداً لأنه 그래서 عندنا مستخدمه This eating activity مثلاً لو لأحد عنده التأكام من أسبوع أو أسبوعين هل ينفع وصف له شيء للإCome لا 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 ينفع له الاежде الاكتئاب يبدأ أوصف له عليك لو حصل له مشاكل تانية مع الاجتئاب بينما يحدث به وهذي حصل له اكتئاب مع وجود نزيف وحد حصل له اكتئاب مع وجوط من مشكلة في الأب ORَ Sometimes First اكتئاب مع مشكلة في العظم وحد هحد مختبئ مع المشكلة في الحمودة وحد حصل له اكتئاب مع كذا يبقى ان نصف علاج الاكتئاب لو حصل مشكلة مع الاكتئاب طيب واحد حصل له اكتئاب عادي واحد ماشي مكشر على طول في الشارع و واحد شرع على طول في الشغل هل نصف له شئ لكي ht 때문에 طبعا نصف علاج لازم ينزل تحت الصشارة طبية ولاازم انجرعة تتعدل بالأسمرار لازم يكون فيه مشكلة تانية مع الاكتئاب تاني حاجة من اللي هو شخص عنده مثلا توطر زيادة او بدأ يحصل عنده رعشة باستمرار بنبدأ انه صفل الليسترال او اي مادة بتاعتوي على مادة السيترالين تاني الناس اللي هما بيستخدمهم المادة دي لو واحدة مثلا اللي قبل مراحلات البريوت بفترة بيبدأ يحصل عندها شوية مشاكل فالمشكلة دي ممكن تتحل بيه الليسترال عادي دون اي مشاكل طب ايه اللي احصل بسعب استخدام الاسترالين او السيترالين طبعا بيه اثار جانبية مشهور جدا بيه تحصل بسبب استخدام الاسترال او ماده ذات نفسها اللي هي السيترالين زي ذي اللي موجودة في النقد و اي مشاكل بيه اثار جانبية زي مثلا دوخة بيه اصحال بيه ا возможно Look thecagar بيه احصل ان الشخص همدان التسيترول وياطلاقي خشي في نوم مستمره بمدت 8 ساعات او اكتر فما اثار الجانبي ده اهو الناس بتستخدمه كاستخدام. دي من الاثار الجانبية اللي بتحصل بسبب استخدام الاسترال. ايه هو الاثار الجانبي دي؟ منون. الناس بتستخدمه بقى على كأنه استخدام الاسترال. احنا اصلا في ادوية منومة. زي مثلا نات قلب مش عارف ايه. الادوية دي بتبقى منومة. او بيبقى فيه مثلا بعض العشاب اللي بتبقى موجودة كمنومة برضو. زي الدرمفال زي النترا زي مش عارف ايه. كل الحاجات دي بنستخدمها او بتبقى معطوطة تحت بند اللي هو كمنون. الناس بتستخدم بقى الاسترال كأنه منومة. هو مش منومة. هو مهدد. وبنستخدمه اكتر للناس اللي عندها بتشتكم مشكلة. ايه الاسترال ده بقى بيعمل مشكلة اللي هي مشكلة ما بعد الاستخدام. اللي هي ايه بقى? اللي هو كمنونة. يعني فيه مثلا. الاسترال بيعمل اسهال. فهل ينفع استخدام الاسترال علشان عالج الامساك اللي عندي فدا يعتبر من الاثر الجانبي طب اما انت ما يحصل الاثر الجانبي اما تستحمله اما تمنع العلاج طب فيه ناس بيحصل لهم اسهال وبيحصل لهم يعني واحد انا مش عاوز انا نعم دلوقت هل ينفع امنع الالاج در طبعا في الحالة دي ما ينفعش يبقى لازم ندي كل دوة اهميته واستخدامه ولازم اي اثر جانبي يحصل لازم عالجه او اتعود عليه ففي الحالة دي ما ينفعش استخدم الاسترال كمنوم استخدم اي حاجه تاني كمنوم ايش معنى يعني الحاجه المهمه لازم استخدمها كعلاج لازم اخدمها كأصاب جانبي تمام وصلتك الفكرة تعالى بقى نروح لنقطة مهمة جدا ايه هي التحذيرات اللي نزلت بسبب استخدام المفرط لمادة السيرترالين مش حاوز اززمك واقولك ان فيه دراسات اتعملت قريب ونزلت على استخدام مادة السيرترالين زي اللي موجودة في الاسترال والمودابيكس والسيرباس وجدهم ان الاستخدام بتاعه وجدهم ان بقى مشخص على الفقران والكلام ده كله وبدأ فيه الاختبارات السيرية على المرضى وجدهم ان الناس بدأت يجي لها افكار بالانتحار يعني المادة دي ممكن لو الشخص بيستخدمها على طول ممكن الشخص دي يفكر في الانتحار او يفكر في افكار انتحارية فلازم الشخص اللي هو بياخد المادة دي ومماشي عليها لازم يبقى فيه متابعة كتير جدا مع الدكتور ما هي الجرعة المعتادة للعلاج طبعا الادوية دي من توفر منها جميع التركزات اللي هو الـ 25 و الـ 50 و الـ 100 ميلي جرام فهي الجرعة المعتادة للعلاج معروف ان بابتدي العلاج بتاعت الاكتئاب والكلام ده كله بابتديها بالتدريج ومنعها بالتدريج او امنعها مرة واحدة لو انا لسه واخدها من قريب اما لو انا مشيت على العلاج ده فترة طويلة فلازم امتهيها برضو بالتدريج طيب الجرعة اللي باخدها قبل الاكل او بعد الاكل ما يفرقش معا اي حاجة المادة دي ما تتصارش بي الاكل او كده ان ننتهينا من حلقة اليوم شافكم الحلقة الجاهلة خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته